تساهم الخدمات الطبية الملكية بشكل فاعل في دعم جهود الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا حيث تعمل بشكل مستمر في تسهيل عملية إعطاء اللقاحات للمواطنين والمقيمين من خلال عدد من المواقع والمراكز بالتعاون مع مختلف المؤسسات الصحية في مملكة البحرين الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة الجائحة جهود أثبتت أمام الجميع مدى متانة وجاهزية المنظومة الصحية في مملكة البحرين وعلى رأسها الخدمات الطبية الملكية التي ساهمت بشكل فاعل في دعم جهود الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا وخصوصا خلال فترة إعطاء لقاحات كورونا التي تعتبر المخرج الوحيد أمام المواطن والمقيم للتغلب على هذه الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها طبعا الهدف من أخذ اللقاحات هي في البداية أن نقلل عدد الإصابات نقلل معدل الانتشار ونقلل طبعا عدد الوفيات بعيد الشار وهدفنا طبعا بعد أن نحن نوصل إلى الحصانة أو ما يسمى بالمناعة المجتمعية اللي يسمونها هيرد اميونيتي أن الأقلبية تأخذ التطعيم علشان الفئة اللي ما تمكنت تأخذ التطعيم على سبيل المثال يعني النيوبورن حديث الولادة هذه ما يسمح لنا أن نعطيهم التطعيم فهذه عشان ما يصيدهم المرأة إجراءات دقيقة ومتقنة يتخذها الكادر الطبي في المستشفى العسكري لتسهيل عملية إعطاء اللقاحات للمواطنين وذلك لتجنيب وقوع الأخطاء أو الازدحامات في المقرات وضمان راحة جميع المراجعين في البداية أول ما يوصل الشخص نأخذ مننا بيونوتا البطوعة السكونية أو الكتوب الأصفر إذا كنت تجرع الثونية أو التنشيطية نطبقها مع السيستم الإلكتروني نتأكد شفاهيا من المريض عن نوع اللقاح اللي يخذه وبعدها نتأكد من السيستم اللي موجود عندنا إلكترونيا نأخذ من المريض التاريخ المراضي يكون بعض الأسئلة البسيطة الأمراض المزمنة العلاجات اللي هو عليها وأي حسوسية من أي أدوية أو مضود دوتا أو أكل عقبها يأخذ التطعيم اللي هو رغب فيه بعدها على حسب تاريخ المراضي إذا كان عندها حسوسية من داوة معين أو مضود معين احترازيا نخليه ينتظر ربع ساعة لعشر دقائق وهذه الإجراءات تكون نجاح الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة وتقليل انتشارها هو رهن التزام المواطني والمقيم بكافة الإجراءات الاحترازية والتوجه لأخذ اللقاحات بهدف ضمان تشكيل مناعة مجتمعية تحفظ حياة وسلامة الجميع لقاحات فيروس كورونا السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر حفاظا على سلامة المجتمع وحفاظا على أرواح المجتمع كذلك وتبقى المسؤولية في ذلك مسؤولية مجتمعية مشتركة محورها الوعي المجتمعي لدى المواطن والمقيم الكريم يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر